هو كمان عايزين نوضح نقطة الكاليفة الكابتن سرب حفيز عشان البعد ما ياخدش الكلام ان انت معيني لنا رقم واحد في ملعب القاهرة لا الكابتن سرب حفيز بيقول انت مدرك تماما ان المباراة الاهلي والنجم هي مباراة كبيرة جدا مباراة بين فريقين كبار فيها صراع وتنافس فجبت حكم محترم تحكيميا ليه في المباراة الاهلي والنجم الاولى كان الحكم دون المستوى وطبعا اعرفنا ان الحكم ده كان له بالزبط كان له تاريخ صعب جدا مع النجم السحلي واستعرضناه قبل كده لكن الاهم في الموضوع ان بيصدر قرار من الكاف قرار لاول مرة يصدر من الكاف استبدال اربع لعبين في يناير موضوع ده اللي بيخلينا نتكلم احنا ما عندناش نظرية مؤامرة ولكن بعض الاحداث في عهد رئيس الكاف الحالي احمد احمد بتجرنا دايما ان نفكر ليه القرارات دي بتتاخد ليه القرارات دي بتتاخد ومين اللي بيستفيد دايما اسأل عن المستفيد طبعا المستفيد حاليا هو فريق التراجي التونسي وفريق الوداد البيضاء والمغربي وبالتحديد اندية تونس واندية المغرب لان اندية افريقيا تقريبا القايمة بتاعتها تقريبا منتهية وبغض النظر حتى عن اندية افريقيا هو ليه قرار الاستبدال ييجي في الوقت الحالي ايه الضرورة كده كلبالي لما هرب من النادي الاهلي النادي الاهلي رفع شكوى رسمية او مذكرة يطالب بتبديل مكانه في القايمة الافريقية اللي اتحدله فيك كان بيرفض تماما وقال ان ما فيش تبديل الا في ظروف قهرية ما هي الظروف القهرية ده السؤال باللي موجوده لتحالف ريك ايه هي الظروف القهرية اللي بتدفعك انك تعلن عن استبدال اربع لعبين خاصة لما نعرف ان اللجنة اللي خادت القرار ده كانت مكونة من اربعة طبعا طبعا مجهود كبير جدا لموقع الاهلي ذاتكم زميل ريدا غانم وتحديدا زميلنا ريدا غانم لجنة الكاف اللي اصدرت الاستبدال ده اتكونت من اربع شخصيات طبعا احمد احمد رئيس الكاف وطبعا الكابتن هاني ابو ريدا والكابتن فوزي لكشح ومعاز حجي والاثنين الاخار دهلت واحد رئيس الاتحاد المغربي او الجامعية المغربية واخر مصير للكرى المغربية فاعتقد الامور بتبقى واضحة بشكل كبير جدا كمان لما تبص على فكرة ان يتخذ القرار ان مش لعيب سابك او انتقل لين اتاني لا لعيب لم يشارك في البطولة ولا دقيقة وتجد ان فريق زي الترجي عنده 8 لعبين ما شاركش منهم لا اي لعب اي دقيقة في البطولة فبالتالي انت تقدر تغير اربعة منهم هل ده راجع لان فريق الترجي بدأ يعني تعاقد او ساب لا قبل ما يشتري ساب من النجوم زي البلايلي وزي هيسم جويني وزي ماهر بالصغير سابهم لان دقيقة اخرى وهم مسجلين وزي يعنيس البدري وهم مسجلين في القائمة فبالتالي القرار ده قطع عويد لنادي الترجي دي اسئلة لازم نسألها اكيد لازم نسألها كمان فريق الودادة يا فارس عنده برضو ايضا عنده امكانية استبدال 3 لعبين هنستعرضهم برد اربع لعبين عنده امكانية الاستبدال فالوداد كمان عنده استبدال ل3 لعبين اكيد طبعا الموضوع برضو جاء افادة لنادي الزمالك انه بقى عنده اتنين لعيبة يقدر يستبدالهم فهنا السؤال للكاف وللجنة اللي اخدت القرار ده والكابتن هاني اوريده ايه هي الظروف القهرية اللي دفعت الكاف انه هو يسير على عكس ما اعتدناه على الكاف وبالمناسبة ده دايما بيتكرر في عهد احمد احمد الاسماعيلي كان خرج من البطولة بقرار من الكاف ثم تم اعادة الاسماعيلي مرة اخرى في سابقة لم نشاهده في تاريخ عيسى حياته او في تاريخ الكاف كان القرار بيصدر خلاص انتهى الامر حاليا قرارات غريبة جدا حاجات بنشوفها في عهد احمد احمد تدفعنا لتساؤلات كتير جدا ومع ذلك احنا مش بنخط حجاج ولا بنخط الشمعات ولا الامر يعني نفس شيء لكن لازم نتساءل لان احنا مشاركين في المسابقة لا طبعا انا نتساءل يا احمد لكن مش ده الحجة بتاعتنا ولا الشمعات بتاعتنا ولا فكرة بنعيش دور المامرة لكن ده سؤال لازم نطرحه هو من السؤال بس هو مبدأ احنا بنتكلم في مبدأ الاستبدال لما اسير في الدوري المصري كان مدير الكرة في النادي الاهلي لتصراحات واضحة وصريحة بتتحدث في فكرة ان تطبيق الاستبدال يخل بقصص المنظومة هتقولي الاستبدال اتطبق قبل كده بغض النظر على الملابسات وان الاندية وقتها كلها كيددعمها لفكرة تطبيق الاستبدال اما وان الاتحاد الافريقي بيخرج بالقرارات يا جماعة احنا تجاوزنا فكرة افريقيا بشكر مقفول عليها احنا بنشوف بنشوف دوري ابطال اوروبا بنشوف الليبرتادورس بنشوف البطولات الكبرى الدولية لها انظمة مش معقول بين دورين يخرج الاتحاد او احد لجانه بقرارات تغير او نظام المسابقة ويكون بتخدم مصلحة افراد وافراد تانية بتخدمش مصلحته مخصوصا ان كابتن سيد عبدالحفيز كان ليه احد التصرحات في منتهى الخطورة ان لم يتم منقشت ده مفيش اي كلام في الموضوع وانت لما تيجي تقيم قرار شوف تحضراته تحركات الوداد وهو عنده تلات لاعبين يقدر يستبدلهم الخروبي والبهجة ومريد عندنا في النجم السحلي ستة وليد كردان وايمد طرابولس والعواضي واحمد الرداوي وعلي البوريقي ويانيس تافيز الترجي سبع لاعبين عندنا كمان الرجاء تلات لاعبين تماني الترجي تمان لاعبين بالزبط فاحنا هنا بنتكلم عن قرار سياقه ان جميع الاندية التي لها مصلحة اخدت اجراءات يحمد تعكس بالزبط هو ده بيت القصيد في الموضوع احنا بنتكلمش في القرار انت بتتكلم في ان فيه اندية بدون ان تعلم في القرارة المفترض زي زي النادي الاهلي خرجت بمجموعة من الاجراءات على مستوى الانتدابات كان واضح ان هي على خلفية معرفتها بصدور قرار زي ده هل الممثل المصري للجنة دي تكلم مع النادي الاهلي تشاور مع النادي الاهلي او نادي الزمالك الاندية المشاركة في افريقيا اكيد من انعكسات القرار ده لا القرار خرج بشكل مكفاجئ ولكن في حاجة كمان حابين نتكلم فيها على المستوى بقى البعيد فيما يخص رؤيتنا للكرة المصرية ومصير الاندية التي تلعب مسابقات افريقيا عن الدور المصري نادي الترجي في حوالي 13 لاعب اجنبي سبع لاعبين جزائريين عبدالقدر بدراني محمد امين طقي الياش شتى عبدالرقوف بن غيط عبدالرحمن مزياني بلال بن ساحة وطيب مزياني وحمد الهوني اللاعب الليبي المميز جدا معهم اطار الافواري واكاس الناجيري وفسيني كوليبالي وكوامي بن سي وادفاتي هنا بنتكلم في الترجي بيلعب دور يا بطال اوروبا بمعنى ايه بمعنى انه هو اتاح ليه الاتحاد المحلي بنتيجة القرار الخاص باعتبار اللاعبين من الشمال افريقي بالزبط احمد كلاعبين محليين انه هو يدعم صفوفه انت هنا بتتكلم في قيدة عدد اللاعبين الاجانب فيها لا يقارن بالاندية التونسية تاني حاجة انت بتجي بتعجبك مستوى لاعب في سموحة في نادي اي احد اندية الدور اللي لها كلها احترامة فبتيجي تحاول تضمه بتلاقي مغالاة جمدة جدا في طلباته المادية حتى لو بتنتدي باللعب ده بيأثر على قدرتك الشرائية في انتداب العبيد انت ملك الاب تتونسي كده انتداب انتداب احنا بنتكلم عن قضية فعلا الكرة التونسية لما تدخل حتى المنتديات الخاصة بالتونسة الناس بتفكر صح الناس بتفكر صح هو بيتكلم انه هو بساعد دولك حال فيه برضو الكلام ده برضو لو انعكاسه في تونس تحديدا ان بدأت الناس تتكلم حتى من المساندين الترجي ان فكرة هوية فريق الترجي بتضيان ده مع الوقت لما تلاقي انعكاساته زي دوري ابطال اوروبا او انت ممكن تلاقي الفريق في عشرة اللاعبين مش من الدوري المحلي او مش من نفس الدولة وبيحققوا بطولة هتعرف ان اه قد يكون الموضوع الباور ده اقدر استخدمه ازاي وما فيش مسكلة يبقى اللاعبين التونسة موجودين بس على مستوى اللاعبين المميزين تقدر انت لما تلاقي مغالاة من اندية في تونس تروح تجيب لعب من ليبيا تروح تجيب لعب من المغرب هنا انت مقيد بعدد لعبين محدود جدا اتمنى لا ده كمان فيه كلام ان عدد المحترفين احنا اربعة هيتم احنا هو ده بقى الخطوة اللي جاي ده الخطوة جاي هينغزله كمان لعب ده عيزيني يقلله كمان لعب المسلم الجاي 19-20 ده هيقلل كفاقتك على المستوى البعيد جدا بالضبط ودي كمان هتخليك بتدخل منافسات مع عندية شمال افريقيا هم لهم يد عليا فيها بشكل احنا مش بنقول في مصر برده عشان الناس ما تفهمش ان احنا عايزين سابعة ويبقى الموضوع مفتوح لكن يكون فيه مساحة اكبر للاندية المصرية خاصة ان انت الاندية دي بتشارك في افريقيا واكيد ده بيعود بنفع على القرى المصرية بشكل كبير جدا لان الاندية دي بتمثل القرى المصرية خفزلي على العدد الموجود دلوقتي هو ده اللي احنا بنمهج ليه عشان انت ما تجيش تقلص العدد ده 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 ادنى شيء ان انت تحافظ العدد الموجود دلوقتي انا وجهة نظر ان انت على القل كمان تزود لعب او الاتنين لعيبة في رقل 6 لعبين هيكون رقم جايد في شمال افريقيا جدا لان انت بتجابه ده وممكن تطبق نفس المنظومة فيما يخص اللعبين من شمال افريقيا على الاقل في اتنين لعبين لو عايز تبادل الاتفاقية لانه هو بيعتبر اللعب المصري دلوقتي محل وعلى العكس انت ما بتعملش ده فهذا شيء مش مفهوم نتمنى من اتحاد كرة القدم المصري يقف شوية جنب الاندية المصرية خاصة الاندية طبعا كل الاندية المصرية على حد سواء وخاصة بقى اي نادي بيشارك في بطولة افريقيا لازم يكون ليه دعم كبير جدا وخاصة في قضايا زي اللي بنتفاجئ بيها زي قضية الاستبدال ونتمنى نتمنى التصريحات اللي نشأت عن ازمة مباراة الترجي والوداد الموسم الماضي او البطولة الماضية لا تلقي بظلالها على البطولة الحالية في اختيار ملعب المباراة بنؤكد تاني نخشى ان يكون بيتم الاستعداد حاليا لاختيار ملعب محمد الخامس كملعب لاحتضان المباراة النهائية واعتقد لما نحط الصور جنب بعضها هتكون صورة واضحة جدا تطرح تساؤلات عديدة جدا في عهد رئاسة احمد احمد للكاف